السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كوروشي تيوب مع سيهم البنهاوي. النهاردة هنعمل بلوزة بغرزة العنكبوت من على الصدر. وباقي البلوزة بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين. والجزء اللي هو على الصدر بالاكمام ده كله بغرزة العنكبوت. والكم بتاعنا كم رجلان اللي هو بيبقى جاي من عند الرقبة لغاية حردة الباط زي ما احنا شايفين بغرزة الصدفة. اول مقاس هناخده فيه البلوزة هو دوران الراس اللي احنا هناخد عليه آآ بداية البلوزة بتاعتنا. يبقى اول مقاس هو دوران الراس. ده اساس البلوزة. كمان حاجة البلوزة بتاعتنا من مضاعفات رقم اتناشر. يبقى السلاسل اللي احنا هنعملها من مضاعفات رقم اتناشر. والمقاس اللي احنا هنعمله النهاردة هو ميديم وينفع لارج. وهنعرف ازاي نعمله للمقاسات التانية. آآ الصدر هياخد ستة وتلاتين سلسلة والظهر ستة وتلاتين سلسلة. وعلى الاكتاف كل كتف اتناشر سلسلة. هنشتغل بابرة رقم تلاتة ونصف. البلوزة دي خادت مني تلات شلات ونصف. تلات شلات ونصف تلتمية وخمسين جرات. ده المقاس ميديم ولارج. الهدوات اللي احنا هنستخدمها هنستخدم خيط كوتون جولد معها ابرة تلاتة ونصف. والمتر والمركر والمقاس وابرة التنظيف. اول حاجة احنا هنعمل السلاسل بتاعتنا من مضاعفات رقم اتناشر. ونقسها على دوران الرقم. وبعد كده بنقسمها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. واكرر اتناشر كما. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. وافضل اكرر عدد اتناشر لغاية ما اوصل عند دوران الراس المناسبة. اتنا كده خلصت السلاسل. واحدلها بالطريقة دي. وهدخل بمنزلقة. هاخد منزلقة في الحلقتين. بالشكل ده. وهرتفع واحد اتنين تلاتة. وفي نفس المكان هاخد عمود. كمان عمود. بقى كده تلات غرز عمود بلفة. انا بعتبر الارتفاع التلات سلاسل عمود. وبعدين هاخد سلسلتين. وفي نفس المكان تلات عوامل. واحد. اتنين. ثلاثة. بقى دي اول جرزة صدفة معنا في الصدف. بعد كده سلسلتين. وهسيب جرزة التانية التالتة وادخل في الربعة ايه اخد حشو. واللي بعدها كمان حشو. تبقى كده تاني غرزة. الثلتة حشو. الرابعة حشو. الخمسة حشو. يبقى كده خمس غرز حشو. بعد كده واحد اتنين. والف الخيط واحد اتنين تلاتة. وفي الغرزة الرابعة ااخد صدفة. واحد اتنين تلاتة. سلسلتين. وفي نفس المكان تلات عوامل واحد اتنين تلاتة. يبدأ اول كتف عندنا. بعد كده سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة وادخل في الرابعة حشو. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة حشو واحد اتنين واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة. غرزة جراني. واحد اتنين تلاتة. واخد سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة والربعة ااخد حشو. واحد اتنين سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة والربعة جراني. واحد اتنين تلاتة. واخد سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة والربعة ااخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تبقى معي بالشكل ده. يبقى صدفة. وبعد كده باسيب تلات سلاسل من تحت وارتفع سلسلتين. واخد خمسة حشو. واسيب تلات سلاسل من تحت واخد من فوق سلسلتين. في الغرزة الرابعة باخد جراني. وهكزا. بعد كده سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة وهياخد صدفة في الرابعة. عمود. التاني. التالت وبعدين سلسلتين. وفي نفس المكان تلات عوامل. واحد. اتنين. ثلاثة. بتبقى معي بالشكل ده. بكده عملنا زاوية التانية التالتة. هناخد سلسلتين. وهنسيب غرزة التانية التالتة وندخل في الرابعة حشو. بواحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. سلسلتين. واسيب غرزة التانية. الثالثة. وادخل في الرابعة صدفة. ده كده الكتف التاني. ثلاثة عوامل. وبعدين سلسلتين. وتلات عوامل في نفس المكان. بالشكل ده. سلسلتين. اسيب غرزة. غرزة التانية التالتة. وادخل في الرابعة ايه اخد حشو. اللي بعدها حشو. 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 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة وادخل في الرابعة جراني. واحد اتنين تلاتة. سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة. الرابعة حشو. 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 ويبقى كده اربعة. الخمسة. بالشكل ده. سلسلتين. واسيب غرزة التانية التالتة والرابعة جراني. واحد. واسيب غرزة التانية التالتة والرابعة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واقفل في تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة. الصدر المربع او الصدر المستطيل بيبقى معايا بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده البداية ديت بتاعة الصدر ستنفع على ومديم ولارج. اما مقاس اكس لارج واتنين اكس لارج ممكن يستخدموا ابرى رقم اربعة وبيبشوا معانا بنفس الخطوات. دلوقتي احنا هنا عند الصدفة. هدخل بمنزلقة. بالشكل ده. عشان ابتدي الشغل جوه الصدفة. واحد اتنين تلاتة. واعمل صدفة داخل الصدفة. عمودين. التالت. وبعدين سلسلتين. وفي نفس المكان. تلات عوامل. واحد. اتنين. تلاتة. يبقى ارتفاع تلات تلاسل. وبعدين عمودين. وسلسلتين. وتلات عوامل. بعد كده هياخد سلسلتين. واحد. اتنين. بعد ما اخدت سلسلتين هلف وفي المكان دوت اللي قبل الخمسة حشو. هياخد تلات عوامل. واحد. اتنين. تلاتة. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وعندي هنا الخمسة الحشو. هياخد هسيب الحشو الاولانية. واسيب الحشو الاخيرة. وهشتغل في التلاتة حشو اللي في النص. اول حشو معي. التانية التالة. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وفي المكان ده هشتغل برزة جراني تلات عوامل. يبقى فوق الخمسة حشو واخدت تلاتة حشو. بعد كده سلسلتين. وهشتغل صدفة جوه الصدفة. عمود. التاني. الثالث. بعدين سلسلتين. وفي نفس المكان تلات عوامل. واحد. اتنين. ثلاثة. سلسلتين. واكرر ايجي في المكان هنا اللي قبل الخمس خمس ورز حشو. هيجي ااخد تلات عوامل. واحد. اتنين. ثلاثة. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وااجي فوق الخمسة حشو. وهسيب اول حشو واخر حشو. وهاخد التلاتة. هدخل في تاني غرزة حشو. اللي بعدها. اللي بعدها. فكده اخدت تلاتة من الخمسة. سلسلتين. وااجي في المكان ده. وهاخد غرزة جراني. عمود. الثاني. الثالث. بعد كده سلسلتين. وهاجي في المكان اللي بعده غرزة الجراني. هياخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. بتبقى بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. واكرر. فوق الخمسة حشو وهاخد تلاتة. في تاني غرزة. والثالثة. والربع. سلسلتين. وااجي هنا قبل غرزة الجراني. ااخد جراني. عمود. الثاني. الثالث. سلسلتين. وااجي هنا بعد غرزة الجراني في السلسلتين. ااخد غرزة جراني. واحد. اتنين. تلاتة. واكرر لغاية نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهنقفله مع بعض. انا كده اخدت سلسلتين وهاجي في المكان ده واياخد جراني. عمود. التاني. الثالث. سلسلتين واقفل في ثالث سلسلة. وهدخل جوه الغرزة نفسها لشان ااخد منزلقة في منزلقة. في منزلقة. واحد اتنين ثلاثة. وااخد عمود. كمان عمود. وبعدين سلسلتين في نفس المكان تلات عمود. واحد. اتنين. تلاتة. بالشكل ده. بعد كده ااخد سلسلتين. انا عندي هنا ما بين الصدفة وغرزة الجراني في سلسلتين. في المكان ده هياخد حشو. زي ما احنا شايفين كده. هياخد حشو. بعد كده سلسلتين. وعندي هنا قبل التلاتة حشو. هياخد في المكان ده غرزة جراني. غرزة. عمود. عمود. بالشكل ده. وبعدين سلسلتين. وفوق التلاتة حشو هياخد حشو واحدة. هسيب اول واحدة. واسيب اخر واحدة. وادخل في الغرزة اللي في النصف. وياخد حشو. سلسلتين. واجي في المكان ده. بعد الثلاتة حشو. واخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. واجي في المكان ده. ااخد حشو. سلسلتين. واجي في الصدفة ااخد صدفة. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. وفي نفس المكان ثلاثة عواملة. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. يبقى صدفة. سلسلتين. وفي المكان اللي هنا حشو. اللي هو السلسلتين اللي في السطر اللي قابله. بعد كده سلسلتين. جراني. وفي التلاتة حشو اخدنا غرزة حشو واحدة. بعد ما اخدنا السلسلتين. بعد كده سلسلتين. وغرزة جراني. بعد كده سلسلتين حشو. سلسلتين صدفة. بعد كده سلسلتين. واجي في الجنب اللي هو ناحية السطر. واكرر عندي في السلسلتين اللي هنا. اللي هو ما بين الصدفة وغرزة الجراني. ااخد حشو. سلسلتين. واجي هنا قبل التلاتة حشو. ااخد هنا. واحد. اثنين. تلاتة. سلسلتين. واجي في الغرزة اللي في النص وهي اخد حشو. سلسلتين. 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 حشو. بالشكل. سلسلتين. سلسلتين. واجي هنا قبل الحشو. واخد جراني. تلاتة عواميز. سلسلتين. واجي في الغرزة اللي في النص وهي اخد حشو. سلسلتين. واجي في المكان ده. قبل غرزة الجراني واخد جراني. سلسلتين. واجي في السلسلتين اللي هنا وهي اخد حشو. سلسلتين. واخد جراني. واحد. اثنين. تلاتة. تبقى معايا بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. انا هنا عند الصدفة. خدت بعد الصدفة سلسلتين. وبعدين جرزة حشو. بعد جرزة الحشو خدت سلسلتين. وخدت هنا قبل التلاتة حشو. خدت جراني. بعد الجراني على طول خدت سلسلتين. وخدت حشو في النص. بعد كده سلسلتين. وجراني في السلسلتين اللي بعد غرز الحشو. زي ما احنا شايفين كده. وما بين غرزتين الجراني. خدنا غرزة حشو. هناخد سلسلتين. وعندي هنا تلات غرز حشو. هياخد غرزة حشو. سلسلتين. واجي في المكان ده واخد جراني. عمود. الثاني. الثالث. سلسلتين. واجي هنا ما بين الصدفة وبين الجراني هياخد حشو. سلسلتين واخد صدفة. واحد. اثنين. تلاتة. سلسلتين وفي نفس المكان ثلاثة عوامين. واحد. اثنين. ثلاثة. ثلاثة عوامين. زي ما احنا شايفين كده. اكرر بقيت السطر وارجع لكم. وصلنا عند نهاية السطر وهنقفله مع بعض. انا بعد ما خدت الجراني خدت السلسلتين. وهاجي في المكان ده اللي بين غرزة الجراني والصدفة. هياخد حشو. بعد كده السلسلتين. واقفل في تالت سلسلة. واتخل بمنزلقة لغاية ما اوصل لنص الصدفة. منزلقة. في منزلقة. في منزلقة. وارتفع واحد اثنين ثلاثة. واخد عموض. كمان عموض. وبعدين سلسلتين. نفس المكان ثلاثة عوامين. عموض. التاني. التالت. بالشكل ده. بعد كده. انا عندي هنا غرزة حشو واحدة. هاخد بعد الصدفة سلسلتين. هياخد قبل غرزة الحشو. هياخد غرزة حشو. وبعدها هياخد غرزة حشو. جوه غرزة حشو هياخد غرزة حشو. يبقى كده تلات غرز. ادي كده اول الغرزة. الثانية هاخدها جوه الغرزة نفسها. الثالثة هاخدها بعد الغرزة. يبقى كده تلات غرز حشو. واحدة قبلها واحدة جواها واحدة بعدها. انا كده بكون غرزة عنكبوت جديدة. يبقى في الوقت اللي انا بكون غرزة عنكبوت جديدة بنهي غرزة العنكبوت اللي احنا شغالين فيها. بعد كده هياخد سلسلتين. وايجي هنا عند غرزة الحشو اللي انا بنهي فيها. انا هنا خمسة حشو وتلاتة حشو. اه وفي الاخر واحدة حشو. ما اتلغبطش. ان انا هنا بكون غرزة وهنا بنهي غرزة. فهاجي هنا قبل الغرزة الحشو. وبعدها قبلها وبعدها هياخد جراني. هادي عمود. الثاني. الثالث. وبعدين سلسلتين. واخد جراني النحياء الثاني. واحد. اتنين. تلاتة. السلسلتين ما بيتغيروش معايا طول الشغل. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين. وايجي هنا في غرزة الحشو. ايجي قبلها ااخد حشو. وجواها ااخد حشو. وبعدها ااخد حشو. يبقى كده تلاتة. بعد كده سلسلتين. وفي الصدفة ااخد صدفة. عمود. الثاني. الثالث. بعدين سلسلتين. في نفس المكان تلات عمود. واحد. اتنين. تلاتة. واكرر. بعد الصدفة ااخد سلسلتين. وايجي هنا. قبل غرزة الحشو ااخد غرزة حشو. وجواها ااخد حشو. وبعدها ااخد حشو. فكده تلاتة حشو. بعد كده سلسلتين. وايجي هنا. وان في نهاية غرزة العنكبوت عندي هنا غرزة حشو واحدة. ااخد قبلها جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. وسلسلتين. واجي في الناحية الثانية ااخد جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. تبقى معي بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وايجي هنا في غرزة الحشو ااخد قبلها حشو. وجواها حشو. وبعدها حشو. سلسلتين. وايجي هنا في غرزة العنكبوت اللي احنا بنهي ننهيها. ااخد هنا جراني. عمود التاني. التالت. وبعدين سلسلتين. والناحية التانية تلاتة عوامل. واحد. اثنين. تلاتة. بالشكل ده. واكرر لغاية نهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده. دي غرزة العنكبوت اللي احنا بنكونها. ودي غرزة العنكبوت اللي احنا بننهيها. وصلت لنهاية السطر. وارتفعت من ثلاثة سلاسل. وهشتغل الصدفة. عمود. الثاني. بعد كده سلسلتين. في نفس المكان. عمود. الثاني. الثالث. عندي هنا تلاتة حشو. اعملهم خمسة. هياخد حشو قبلها. وتلاتة حشو. وحشو بعدها يبقى كده معايا خمسة حشو. ااخد سلسلتين. دايما بعد الجراني بياخد سلسلتين. اجي هنا قبل غرزة الحشو هياخد قبلها غرزة حشو. وجوه الحشو نفسها هياخد غرزة حشو. فكده التانية. التالتة. الربعة. وبعدها اياخد الخمسة. فكده معايا خمس قرز حشو. بعد كده سلسلتين. واجي هنا في السلسلتين اللي بين غرزتين الجراني. المكان ده هياخد غرزة جراني. عمود. التاني. التالت. سلسلتين. واكرر انا عندي هنا تلاتة حشو هياخد حشو قبلها. وحشو في اول غرزة. يبقى كده الثانية. الثالثة. الرابعة. الخمسة. بعد الثلات غرز حشو. يبقى الثلات غرز حشو بقوا معادي خمس غرز حشو. بعد كده سلسلتين. وفي الصدفة هياخد صدفة. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين. سلسلتين. وفي نفس المكان تلاتة عوامل. واحد. اثنين. تلاتة. واخد سلسلتين. واكرر عندي تلاتة حشو. ااخد حشو قبلها. وحشو جوه الثلات غرز حشو. هذه الثانية. الثالثة. الرابعة. الخمسة. بالشكل ده. خمس غرز حشو. بعد كده سلسلتين. وااجي هنا عندي غرزتين الجراني. هياخد في النص هنا في السلسلتين اللي بينهم هياخد غرزة جراني. هياخد عمود. الثاني. الثالث. بعدين سلسلتين. وااجي هنا في تلات غرز حشو. ااخد حشو قبلها. وحشو في اول غرزة حشو. الثالثة. الرابعة. الخمسة. سلسلتين. وااجي هنا ما بين غرزتين الجراني. ااخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. واكرر لغاية نهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا لنصف جرزة العنكبوت. والجرزة اللي جنبها احنا نهيناها. اللي احنا بالشكل ده. دي احنا خلاص افلناها. واحدة احنا بنكونها. اكمل لغاية نهاية السطر. وارجع لكم. بعد كده هنبتدي نعمل السطر اللي بعده. احنا هنا في السطر اللي كنا فيه. كنا اخدنا خمس غرز حشو. السطر اللي بعده هنقلص العدد ده وهيبقى تلات غرز حشو زي ما عملنا في تاني سطر في البداية. الوقت غرزة الصدفة. هناخد عمود. في الثاني. بقى كده معي تلات عواميض. بعد كده سلسلتين. وفي نفس المكان تلات عواميض. واحد. اثنين. تلاتة. هناخد سلسلتين. وهنيجي هنا عند خمس خمس غرز الحشو. هناخد جراني قبلها وجراني بعدها. وفي النص هناخد تلات غرز حشو. يبقى هلف الخيط بالشكل ده. وهيجي في المكان ده. انا عندي هنا خمس غرز الحشو. هاخد جراني قبلها وجراني بعدها. وفي النص هنا هياخد تلات غرز حشو. بعد ما اخدت السلسلتين بعد الصدفة. هاجي هنا واخد جراني. عمود. التاني. التالت. وبعدين سلسلتين. وعندي هنا الخمسة حشو. هسيب اول واحدة وادخل في التانية. فكده واحد اتنين تلاتة. كده تلات غرز حشو. بعد كده واحد اتنين وعندي هنا بعد غرز الحشو وهاخد جراني. واحد اتنين تلاتة. احنا كده بنضم غرزة العنكبوت. يبقى كده نحاول ان احنا نقفلها علشان نكون غرزة عنكبوت كاملة. بعد كده سلسلتين وهاجي قبل غرز الحشو. وهاخد هنا جراني. واحد اتنين تلاتة. سلسلتين. وعندي هنا خمسة حشو. هاخد في التانية. والتالتة. والرابع. فكده تلات غرز حشو. سلسلتين. واجي هنا بعد غرز الحشو. هاخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. بعد كده سلسلتين. واخد الصدفة. عمود. التاني. التالت. وعندي سلسلتين. نفس المكان تلاتة عوامل. واحد. اتنين. تلاتة. تبقى معايا بالشكل ده. اخد سلسلتين بعد الصدفة. واجي هنا عند غرز الحشو. قبلهم هاخد جراني. تلاتة عوامل. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. وفرز الحشو الخمسة. هياخد في التانية. والتالتة. والربع. هياخد سلسلتين. وبعد غرز الحشو في المكان ده اخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. واكرر لغاية نهاية الصدفة. انا كده خلصت الصدفة. وعلشان نعرف الادوار بتاعتنا. الصدفة اللي فيه خمس غرز حشو. ده اول سطر معانا. اللي فيه تلات غرز حشو. ده تاني سطر معانا. اللي فيه غرزة حشو. ده تالت سطر معانا. اللي احنا نعمله. دلوقتي ده تكرار للسطر التالت. انا ارتفعت بتلات سلسل. وهياخد عمود. الثاني. بعدين سلسلتين. نفس المكان تلات عوامل. واحد. اثنين. تلاتة. سلسلتين. وعندي هنا ما بين غرزة الصدفة وبين غرزة الحشو. وهياخد في النص هنا غرزة آآ قصد ما بين الصدفة وغرزة الجراني. هنا في المكان ده هياخد غرزة حشو. بالشكل ده. ما بين غرزة الصدفة وغرزة الجراني. خدت في السلسلتين غرزة حشو. بعد كده ااخد سلسلتين. وعندي هنا عندي الثلاث غرز حشو. هاخد قبلها جراني وبعدها جراني. انا كده بضم غرزة العنكبوت. كده غرزة جراني. بعدين ااخد سلسلتين. واخد حشو. في الغرزة اللي في النص. بعدين سلسلتين. واجي في المكان ده واخد جراني. واحد اتنين تلاتة. في الشكل ده. واحد اتنين. واجي هنا ااخد حشو. سلسلتين. واجي قبل تلات غرز الحشو. ااخد جراني. واحد اتنين تلاتة. سلسلتين. واخد حشو في النص. بعدين سلسلتين وجراني. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين. واجي هنا بين غرزة الجراني والصدفة ااخد حشو. سلسلتين. واخد صدفة. قلنا ده تكرار للسطر الثالث. ثلاثة عوامية. واحد. اتنين. ثلاثة. ونكرر لغاية نهاية السطر بنفس النمط. احنا كده خلصنا السطر. وهنبتدي السطر اللي بعده. انا كده ارتفعت تلات سلسل. هياخد عمود. كمان عمود. سلسلتين. في نفس المكان ثلاثة عمود. واحد. اتنين. ثلاثة. كده اخدت غرزة الصدفة. انا عندي هنا غرزة حشو. وقلنا قبل كده في السطر الرابع بناخد قبلها غرزة حشو وبعدها غرزة حشو جواها غرزة حشو بها ثلاثة. هياخد سلسلتين. واجي هنا قبل غرزة الحشو هياخد غرزة حشو. وجواها هياخد غرزة حشو. وبعدها غرزة حشو. يبقى كده تلات غرز حشو. سلسلتين. واجي هنا في غرزة العنكبوت احنا قلنا بنقفلها. عندي هنا غرزة حشو. هياخد قبلها جراني. وبعدها جراني. عمود. الثاني. الثالث. بعدين سلسلتين. وفي المكان ده تلات عوامل. واحد. اثنين. ثلاثة. بالشكل. سلسلتين. واجي هنا قبل الحشو ااخد حشو. وجواها حشو. وبعدها حشو. سلسلتين. سلسلتين. واجي هنا في غرزة العنكبوت اللي احنا بنقفلها. هاجي ااخد قبلها جراني. سلسلتين. وبعدها جراني. واحد. اثنين. تلاتة. سلسلتين. واجي هنا قبل الحشو ااخد حشو. وجواها حشو. وبعدها حشو. سأكده تلاتة حشو. سلسلتين وااخد استضفة. واكمل لغاية ما وصل لنهاية استضفة. انا كده نهاية استضفة واخدت آآ جرزة استضفة. بعد كده سلسلتين. وعندي هنا تلات غرز حشو. ااخد قبل الثلاثة ااخد غرزة. حشو. وفي اول غرزة ااخد غرزة. يبقى كده اتنين حشو. التالتة. الرابعة. الخمسة. فكده خمس غرز حشو فوق الثلاثة. بعد كده سلسلتين. وعندي هنا غرزتين جراني. وسطهم هياخد غرزة جراني. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين واكرر. عندي قبل غرزة جرز الحشو التلاتة. هاخد قبلهم غرزة حشو. وفي اول غرزة هياخد غرزة. يبقى كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. سلسلتين. واجي هنا بين الجراني والجراني. ااخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. وعند التلاتة حشو ااخد قبلها. باول غرزة. الثانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. سلسلتين. واخد الصدفة. سطور وبنكررها زي ما احنا شايفين. هنفضل نرتفع بالادوار لغاية لما نوصل عند طول حردة الباط المناسب. زي ما احنا شايفين كده. انا كده عملت اربعتاشر سطر. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. اربعتاشر سطر. طولهم تمنتاشر سنتي. تمنتاشر سنتي. دوران الدراع اللي احنا بنعمل لي البلوزة دوران الدراع ستة وتلاتين سنتي. فلو انت دوران الدراع عندك اربعين سنتي. يبقى هتعملي خمستاشر سطر. دلوقتي هنضم البلوزة علشان نقفل حردة الباط. قبل ما نعمل حردة الباط هنقيس كمان السطر معنا بالشكل ده. تمانية واربعين سنتي. تمانية واربعين سنتي. لسه هنعمل كمان سطر داير ميدور. هيبقى تقريبا خمسين سنتي. دوران الصدر للبلوزة اللي انا بعملها. دوران الصدر تمانية وتسعين سنتي. فدلوقتي كده تمانية واربعين آآ للامام وتمانية واربعين للخلف. انا هنا ارتفعت تلات عواميض. عملت تلات سلاسل وجنبهم عمودين يبقى معي تلات عواميض. هضم على طول الجزء الاولاني مع الثاني. بعمود بلفة. بالشكل ده. بواحد. اتنين تلاتة. انا دلوقتي ما عملتش توسعة لان دوران الصدر مناسب معي فانا مش هعمل توسعة. لو دوران الصدر عندك اكبر هتعملي سلسلة او اتنين او تلاتة على حسب دوران الصدر. وقلت قبل كده في فيديوهات قلت السلسلتين بيساوي سنتي. عمودين مع بعض بيساوي سنتي. يعني انا لو جبت العمودين دول واستوهم بالمزورة. لقيوا ما عملوا معايا سنتي. يبقى الغرزتين بيساوي سنتي. انا هنا وقفت في السطر ده. عند الصدفة والغرزة الجراني. وعندي هنا تلاتة حشو. هشتغل ازاي? هاخد سلسلتين. وهاخد هنا حشو. بالشكل ده. تلسلتين. وهاجي هنا ااخد جراني. قبل التلاتة حشو. تلسلتين. وهاجي هنا في التلاتة حشو. هياخد في النص حشو. تلسلتين. واجي هنا في المكان ده جراني. تبقى بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. واجي هنا حشو. سلسلتين جراني. سلسلتين حشو. سلسلتين جراني. وهنشتغل لغاية ما نوصل عند حردة الباط التانية. بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. وصلت عند نهاية استطر. وهرتفع سلسلتين. وهاجي هنا في غرزة استضفة. هياخد تلات عواميض. عفوا. تلات عواميض. اللي هي نصف استضفة. وبعدين. هدخل على طول على الناحية الثانية. واخد تلات عواميض. واحد. اثنين. تلاتة. بالشكل ده. وقولت لو دوران الصدر اكبر من تمانية وتسعين او تسعة وتسعين. ممكن نعمل سلسلة او اتنين او تلاتة على حسب دوران الصدر. سلسلتين. هاجي هنا في السلسلتين وااخد حشو. سلسلتين. وايجي هنا واخد جراني. عندي هنا تلاتة حشو. هاخد تلسلتين. واخد حشو في النصف. تلسلتين وجراني. بالشكل ده. واكرر لغاية نهاية الصدر. وصلنا لاخر الصدر. واخدنا حشو. هناخد سلسلتين. وهنيجي هنا في ثالث سلسلة ونقفل بمنزلقة. بالشكل ده. هدخل عند العمود ده واخد منزلقة. وارتفع واحد اتنين تلاتة. واخد عمود في المكان ده. يبقى انا كده اخدت عمودين فوق التلاتة عواميض. عندي هنا تلات عواميض. هاخد عمود. في الثاني. وفي السلسلتين هاخد عمودين. واحد. اتنين. وهسيب الحشو وادخل في السلسلتين واخد عمودين. واحد اتنين. والتلات عواميض هاخد عمودين. واحد. اتنين. انا بعمل العواميض بالشك ده لشان البلوزة تطلع مزبوطة معي. ما تنزلش على واسعة. بعد كده عندي السلسلتين اخد عمودين. سلسلتين عمودين. يبقى في كل سلسلتين اخد عمودين. وفوق غرزة الجراني برضو عمودين. عمودين. سلسلتين اخد عمودين. وفوق غرزة الجراني اخد عمودين. هشتغل بالطريقة دي لغاية اخر السطر. زي ما احنا شايفين كده. هكمل وارجع له. وصلنا عند نهاية السطر. انا هنا حطيت ماركر في اول ثلاث سلاسل خدناهم. انا عندي هنا اخر سلسلتين. هشتغل فيهم عمودين. واحد. اتنين. وهقفل في اول سلسلة. من الثلاث سلاسل من فوق. بمنزلقة. بالشكل هذا. زي ما احنا شايفين. بعد كده نرتفع ثلاث سلاسل. ونشتغل عمود فوق كل عمود. عمود فوق كل عمود. بالشكل. لغاية الطول المناسب للبلوز. زي ما احنا شايفين كده. انت بعد كده هتشتغل عمود فوق عمود لغاية الطول المناسب اللي انت عايزاه. احنا بعد مخلصنا السطرين دول هنقيز دلوقتي بالمزورة. طلعت معي خمسين سنطي. زي ما احنا شايفين. انا كده خلصت البلوزة زي ما احنا شايفين. وفي النهاية عملت خمس سطور عمود امامي وعمود خلفي. طبعا انت بتعمل لها الطول المناسب لكي. دلوقتي هنعمل مع بعض الكم. طبعا الكم انا عملته تلات اربع. لو انت عايزة تعمليه طويل طبعا ده بيرجع لك. وبرضو نفس الكلام عملت خمس سطور من العمود الامامي والعمود الخلفي. بيبقى معايا بالشكل ده. هنلاحظ هنا في الكم ان احنا وقفنا عند السطر اللي فيه تلات غرز حشو. يعني بعد كده المفروض الدور اللي بعده هيبقى غرزة حشو واحدة. انا عندي هنا هشتغل آآ غرزة حشو وبعدين سلسلتين وفي المكان ده غرزة جراني. وبعدين هشتغل في المكان ده غرزة حشو. وفي المكان ده غرزة جراني. فهحط هنا الخيط وهبتدي غرزة الجراني بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده هنرجع تاني. انا هنا عند حردة الباط من تحت. هشتغل في المكان ده غرزة الجراني. زي ما احنا شايفين كده. هشتغل هنا غرزة جراني. وفي المكان ده غرزة جراني. بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هشتغل في المكان ده. دي كده حردة الباط بتاعتي. هشتغل في المكان ده غرزة الجراني. وهنا نفس الكلام في نهاية السطر. في المكانين دول. تتمنى تكون الصورة واضحة معنا. هشتغل هنا. هرتفع تلات سلاسل. واحد. اتنين تلاتة. وفي نفس المكان عمود. كمان عمود. هنا هاخد جرزة حشو. هياخد الاول سلسلتين. وبعدين هياخد حشو. وبعدين سلسلتين. وهاجي في المكان ده. وهاخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. بعدين سلسلتين. وعندي هنا تلات غرز حشو. هياخد فيه الغرزة اللي في النصف. وغرزة حشو. وبعدين سلسلتين. وفي المكان ده غرزة جراني. انا كده بقفل غرزة العنكبوت. بقت معي بالشكل. بقى ابتديت غرزة جراني. وما بين غرزتين الجراني خدت حشو. وبعدين قفلت غرزة العنكبوت اللي احنا شغلين فيها. عملنا جراني حشو جراني. بعد كده سلسلتين. واكرر. في السلسلتين دول اياخد حشو. وبعدين سلسلتين. واياخد في المكان ده جراني. تلاتة عوامل. واحد. اتنين. تلاتة. بعدين سلسلتين. واسيب غرزة عن يمين وغرزة على الشمال واياخد الحشو اللي في النقص. بعدين سلسلتين. واجي في المكان ده ااخد غرزة جراني. واحد. اثنين. تلاتة. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين. حشو. سلسلتين. جراني. واحد. اثنين. تلاتة. وبعدين سلسلتين. وفي الغرزة اللي في النص حشو. احنا بتكرر الشغل اللي احنا عملناه في بداية البلوز. سلسلتين. وايجي هنا ااخد جراني. عمود. التاني. التالت. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين. اجي هنا واخد حشو. سلسلتين. واقرر لغاية اخر السطر. وصلت لنهاية السطر. انا اخدت حشو ما بين غرزتين الجراني اللي في السلسلتين. بعد كده واحد اثنين. وهاجي هنا في المكان ده في الزاوة دي. اللي احنا كنا بناخد فيها غرزة الصدفة. هاجي في المكان ده واخد غرزة جراني. واحد اثنين تلاتة. هتبقى معي بالشكل ده. نفس الكلام هنا اهو. في السلسلتين اللي احنا كنا بناخدهم في غرزة الصدفة بالشكل ده. خدنا في بداية الشغل غرزة جراني. وفي النهاية نفس الكلام. بعد كده هاخد سلسلتين واحد اثنين. وااجي هنا. اجي هنا في النص. وااجي هاخد حشو. وبعدين سلسلتين واقفل في تالت سلسلتين. بالشكل ده. هعتبر الحشو ديت زيها زي. الشغل اللي احنا كنا بناخده في تقفيل العنكبوت. في المكان ده. بعد كده احنا كده خلصنا اول سطر. هنبتدي نعمل السطر اللي بعده. هنبتدي واحد اثنين تلاتة بعد ما قفلنا بمنزلقة. وفي نفس المكان هاخد عمود. كمان عمود. هعتبر دي اول غرزة جراني في السطر. بعد كده سلسلتين. وفي المكان اللي فيه حشو هعمل تلاتة حشو. هعمل قبلها غرزة حشو. وفي غرزة الحشو هعمل غرزة حشو. وبعدها هاخد غرزة حشو. بالشكل ده. يبقى كده بداية غرزة عنكبوت جديد. بعد كده سلسلتين. واجي هنا في المكان اللي فيه غرزة الحشو. واللي احنا بنقفل فيها غرزة العنكبوت. هاجي هنا واخد جراني واحد. اثنين. تلاتة. واخد سلسلتين. واجي في السلسلتين اللي الناحية دي وهياخد جراني. واحد. اثنين. تلاتة. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وعندي هنا غرزة حشو. هياخد قبلها غرزة حشو. في النص غرزة حشو. وبعدها غرزة حشو. يبقى كده تلاتة حشو. سلسلتين. وهالف الخيط. واجي هنا عند الغرزة العنكبوت اللي احنا بنقفلها. واجي هنا هياخد جراني. الغرزة التانية. الثالثة. بعدين سلسلتين. وفي حشو. واكرر. يبقى هنا باخد حشو قبل الحشو. وحشو بعدها. وحشو في النص. هياخد سلسلتين. واشتغل حشو. وحشو. وحشو بعدها. بالشكل ده. بعدين سلسلتين. واجي هنا اخد جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. نفس الخطوات اللي احنا بنعملها في غرزة العنكبوت. واحد اثنين. واجي هنا جراني. واحد اثنين. ثلاثة. واقرر الشغل طول السطر. بنفس الشكل كده. وصلنا لنهاية السطر. انا عندي غرزة الحشو اللي انا اخدتها تحت البوض زي ما احنا شايفين كده. بالشكل ده. هاجي هنا. وارتفع واحد اثنين. واخد هنا غرزة جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. واخد سلسلتين. واقفل في تالت سلسل. في غرزة الجراني اللي احنا اخدناها في بداية السطر. بالشكل ده. هوريلكو في القمة التاني. علشان نستوعب الشكل مع بعض. دي الحشو اللي احنا اخدناها في تحت الباط. وبعدين خدنا جراني من ناحية دي وجراني من ناحية دي. اللي هو السطر اللي احنا لسه قفلينه دلوقتي حالا. كأننا بنقفل غرزة عنكبوت. وبنبتدي غرزة جديدة. بالشكل ده. ده كده الشغل من تحت الباط. دي ما احنا شايفين كده. دي غرزة الحشو. اللي احنا اخدناها في بداية السطر. والسطر التاني اللي احنا نهيناها بغرزة الجراني. بدأناها بغرزة جراني ونهيناها بغرزة الجراني. هنبتدي السطر اللي بعد كده. واحد اتنين تلاتة. احنا عندي هنا غرزتين جراني. فالمفروض يبقى في المكان ده غرزة جراني. هشتغل عمود. جنب السلسل التلات سلاسل. عمود. التاني والتلات سلاسل الارتفاع يبقى كده تلات عواميد. بعد كده السلسلتين. وعندي هنا الثلاث غرز حشو. هاخد حشو قبلها. وحشو في اول حشو. والتانية. كده خمس غرز حشو. دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس غرز حشو. بعد كده سلسلتين. واجي في المكان اللي بين غرزتين الجراني السلسلتين. وهاخد غرزة جراني. واحد اتنين تلاتة. هي دي نفس الغرزة اللي تحت الباط بالزفر. اللي عند الباط. اللي هو المكان اللي احنا يبتدينا في جرزة الجراني. في غرزتين جراني وبينهم جرزة جراني في السطر الثالث. نفس الكلام هنا. جرزتين جراني وبينهم جرزة جراني في السطر الثالث. اللي هو تالس سطر في الباط. حرب تتلكم. دلوقتي هناخد سلسلتين. وهنيجي هنا عندي تلات غرز حشو. وهياخد حشو قبلها. كده واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. بعد كده سلسلتين. وهيجي هنا ااخد جراني. واحد. اتنين. ثلاثة. وكرر. سلسلتين. وعندي هنا هياخد حشو. الثانية. الثالثة. الرابعة. الخمسة. سلسلتين. وهيجي في الفراغ ده. وهياخد جراني. واحد. اثنين. ثلاثة. واقرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. وخدت سلسلتين. وهقفل في تالت سلسلة في الارتفاع. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين. ادي غرزتين الجراني وبينهم غرزة الجراني اللي في النص. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده. عايزة ادخل في المكان ده. انا كده خلصت الخمس الخمس غرز حشو. هبتدي بقى ان انا ادخل واخد غرزة الجراني في المكان ده. فهدخل اخد منزلقة. في منزلقة. في منزلقة. وارتفع واحد اتنين تلاتة. واخد عمود. كمان عمود. دلوقتي هتناقص. هعمل تلات غرز حشو. هاخد سلسلتين. واجي هنا اول غرزة حشو. الثانية. الثالثة. بالشكل ده. هحط مركر في بداية السطر. علشان نشوف مع بعض غرزة الجراني احنا هطناها فين. احنا اخدنا منزلقة. في العواميد بتاعت غرزة الجراني علشان ندخل في الفراغ اللي هنا ونبتدي السطر من اول. بعد كده اخدنا تلات غرز حشو. هنرتفع سلسلتين. وهنيجي في المكان ده. وهاخد جراني. واحد اتنين تلاتة. كده ما فيش اي تناقص في تلكم زي ما احنا شايفين احنا بنشتغل سطر فوق سطر. زي ما احنا اشتغلنا في الصدر بالزبط. بعد كده سلسلتين. واجي هنا اخد جراني. واحد اتنين تلاتة. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا بنقفل غرزة العنكبوت وبنفتح في غرزة جديدة. بعد كده واحد اتنين. هنيجي هنا في خمس غرز حشو هناخد واحد اتنين تلاتة. ونرتفع واحد اتنين وناخد في المكان ده غرزة جراني. واحد اتنين تلاتة. بالشكل زي ما شايفين كده? بعد كده سلسلتين واحد اتنين. وهناخد هنا جراني. سلسلتين. وهناخد تلاتة حشو فوق الخمسة الحشو. هدي واحد اتنين تلاتة. ونرتفع سلسلتين. ونشتغل برزة جراني. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. ونكمل الشوك بنفس النمط. زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطف. خدت سلسلتين. هاجي في المكان ده. قبل غرزة الجراني. وهشتغل جراني. واحد اتنين تلاتة. بعدين سلسلتين واقفل في تالت سلسلتين. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده عايزة ادخل في المكان ده. هاخد منزلقة. 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 عند التلاتة حشو. وهرتفع واحد. اتنين تلاتة. وهاخد عمود. كمان عمود. وهاخد سلسلتين. وعندي تلاتة حشو. وهاخد في الغرزة اللي في النصف. غرزة حشو. واحد. اتنين. وفي المكان ده هاخد غرزة جراني. واحد. اتنين. تلاتة. في الشكل ده. دي بداية السطر بتاعي. يبقى جراني. وبعدين سلسلتين. وحشو. في الغرزة اللي في النصف. من التلاتة. وبعدين سلسلتين. وبعدين غرزة جراني. بعد كده سلسلتين. واجي هنا ااخد حشو. واكرر سلسلتين. جراني. سلسلتين. حشو. بالشكل. واكرر لغاية نهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت السطر. وخدت الشغل بتاعنا اللي احنا اشتغلناه في بداية الدور. خدت جراني. وبعدين سلسلتين. وبعدين حشو. وبعدين سلسلتين. ودخلت منزلقة في منزلقة لغاية لما وصلت عند بداية السطر بتاعنا. دلوقتي هنشتغل السطر اللي بعده. كده تلات سلاسل. واخد جراني. انا عندي هنا غرزة حشو واحدة. هياخد سلسلتين. واخد في المكان ده غرزة جراني. واحد. اثنين. تلاتة. مش هكذا. دي كده بداية السطر بتاع. بعد كده سلسلتين. وعندي هنا غرزة حشو واحدة. يبقى كده انا هبتدي غرزة عنكبوت جديدة. واحد. اثنين. تلاتة. تلات غرز حشو. بعد كده سلسلتين. واجي هنا في المكان اللي فيه غرزة العنكبوت. انا كده بنهي. يبقى هاجي هنا واخد جراني. بعدين سلسلتين. واجي هنا جراني. على يمين وشمال غرزة الحشو. باخد غرزتين جراني. وبينهم سلسلتين. كده في حالة ان انا بقفل غرزة العنكبوت. يبقى غرزة جراني. يمين الحشو. غرزة جراني على شمال الحشو. وفي سلسلتين ما بينهم. واجي هنا اخد حشو. هنا حشو. وهنا حشو. يبقى كده تلاتة حشو. سلسلتين. واجي هنا اخد جراني. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. واجراني. واكمل بنفس النمط لغاية ما اوصل عند طول المناسب زي ما هشايفين كده. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت الكمة بتاعي. عملت واحد. طبعا ده الشغل اللي على الكتف. هعدوا كله علشان تعرفوا احنا عملنا كم واحدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. بالشكل ده. دلوقتي هنعمل الجزء اللي عليكم. اللي هو العمود الامامي والعمود الخلفي. هنعمل الاساس بتاعه. انا عندي هنا تلات عواميض خد منزلقة في العمود اللي في النص ورتفعت بتلات سلاسل. هشتغل عمود. بالشكل ده. يبقى غرزتين فوق التلات عواميض. بعد كده في سلسلتين هاخد عمود واحد بس. سلسلتين كمان التانين عمود واحد بس. وفوق التلات عواميض هاخد عمودين. واحد اتنين. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. هاجب السلسلتين اخد عمود واحد. سلسلتين التانين هاخد عمود واحد. يبقى في كل سلسلتين بياخد عمود واحد بس. فوق التلات عواميض هاخد اتنين عمود. انا بحاول ان انا اقلل الغرز علشان اقدر ان انا اعمل العمود الامامي والعمود الخلفي. الغرزة ما تبقاش واسعة معايا. بالشكل ده. يبقى في كل سلسلتين بياخد عمود واحد وفوق كل تلات غرز عمود بياخد عمودين اتنين بس. بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. وصلت لاخر السطر وقفلت بمونزلقة زي ما احنا شايفين. بعد كده هرتفع سلسلتين واحد اتنين. وهاشتغل عمود امامي. بالشكل ده. والعمود اللي بعده عمود خلفي. كمان مرة عمود امامي. عمود خلفي. بالشكل ده. بقى مرة عمود امامي ومرة عمود خلفي. انا كده خلصت السطر. وقفلت بمونزلقة. ارتفع واحد اتنين. والعمود الامامي. هاخده عمود امامي. والعمود الخلفي هاخده عمود خلفي. وكرر عمود امامي. عمود خلفي. بالشكل ده. وهشتغل بالطريقة دي لغاية نوصل عند المقاس اللي انا محتاجها. انا عملك خمس دوار. عمود امامي وعمود خلفي. طبعا ده بيرجعلك حسب ما انت عايز. عمود امامي. وعمود خلفي. بالشكل ده. في النهاية بيبقى بالمنزل ده. طبعا بنعمل نفس الشغل في الكنار من تحت. طبعا مش محتاج ان انا انا اناقص عواميد لان العواميد اللي في البلوزة بعمل عمود امامي وعمود خلفي زي ما احنا شايفين كده. عمود امامي وعمود خلفي. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الكم. الثلاثة اربع. الكم هيبقى في المكان ده بالزبط كده. زي ما احنا شايفين كده. ده طول الكوم. تلاثة اربع. طبعا انت لو عايزة تكملي هتشتغلي بابرة اصغر يعني احنا بنشتغل بابرة تلاتة ونص. انت هتكملي الجزء ده لو انت عايزها طويل هتكملي بابرة تلاتة. يبقى الجزء ده هنكمله بابرة تلاتة علشان نحافظ على الغرزة بتاعتنا. مش عايزين اي تناقص فيها. هتشتغلي الجزء اللي فوق تلاتة ونص. والجزء اللي تحت لو انت عايزها طويلة زي ما احنا قلنا هنشتغل بابرة تلاتة. زي ما احنا شايفين كده. وهنا في الرقبة احنا عملنا نفس الكلام. عندنا هنا في السلاسل عملنا غرزتين عمود بلفة. وفي الخمسة حشو عملنا اربعة عمود بلفة. احنا عندنا الخمسة حشو في اه اربع فراغات ما بينهم. الاربع فراغات دول عملنا فيهم اربع غرز عمود بلفة. زي ما احنا شايفين كده. وفي السلاسل عملنا عمودين. السلاسل عملنا عمودين. وكذا. وفي غرزة الجراني عملنا عمود واحد بس. في الغرزة الجراني في السلسلة في نفس السلسلة عملنا عمود واحد بس. وبنشتغل داير ما يدور السلاسل عمودين. الخمسة حشو عملنا اربع عمود. وفي السلاسل عمودين. في غرزة الجراني او في الزاوية برضو اخدنا عمود واحد بس. زي ما احنا شايفين كده. واشتغلنا ده الميدور بالشكل ده بغاية ما وصلنا لنهاية السطر وقفنا بمنزلقة. وبكده البلوزة تكون خلصت معنا. واللي اول مرة تشوف عمالي ما تنسيش تدوسي على الزرارة الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لكل جديد. وما تنسيش لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.